التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول دانيال هوكنسون قائد الخرص الوطني الامريكي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام وذلك بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الاقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الامن والاستقرار بالشرق الاوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة للبلدين واكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والامريكية في مختلف المجالات مشيرا الى حرصه على اهمية تنسيق الجهود وزيادة افاق التعاون العسكري المشترك بين البلدين من جانبه اشاد قائد الخرص الوطني الامريكي بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكل البلدين معربا عن تطلعه ان تشهد المرحلة المستقبلية مزيدا من التعاون على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين كما شاهد الفريق اول محمد زاكي مراسم التوقيع على اتفاق الشراكة بين القوات المسلحة والحرص الوطني لولاية تيكساس وذلك لتعزيز اوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين حضر اللقاء ومراسم التوقيع الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وغدد من قادة القوات المسلحة وسفير الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة وملحق الدفاع الامريكي بالقاهرة